لم تعد هذه البلاد صديقة لهم بعد أن تحولت إلى بئة طاردة للصحافة ومعادية للإعلام إنهم الصحفيون الذين يمروا عليهم يوم الصحافة اليمنية التاسع من يونيو بعد خمس سنوات على انقلاب ميليشيا الحوث والمخلوع وهم بين مطارد ومختطف منفي أو عاطل عن العمل بدأ الانقلاب على الحريات الصحفية مع سيطرة ميليشيا الحوث على مؤسسات الإعلام الرسمية في سبتمبر 2014 ثم قيامها بإغلاق كل المؤسسات المرئية والمقروعة وفي 2015 اختطف الحوثيون 12 صحفيا لا يزالون حتى الآن رهن الاختفاء والحرمان من العلاج والزيارة في نفس العام تسبب قصف للتحالف بسشهاد يوسف العيزري وعبد الله قابل بعد أن وضعتهما ميليشيا الحوثي كدروع بشرية وفي العام 2016 دفع بعض الصحفيين ثمن تغطية الأحداث بتعز حيث سشهد محمد القدسي، أسامة المقتر، محمد اليمني، وتقي الحذيفي، وأواب الزبيري بنيران ميليشيا الحوثي حتى المناطق المحررة شهدت انتهاكات للحريات الصحفية حيث تم حرق مبنى مؤسسة أخبار اليوم بعدا وتعرض عوض كشميم للاعتقال على ذمة انتقاده للتحالف بينما منع صحفيون آخرون من التغطية الإخبارية ولا يزال مصير محمد المقرمي مجهولا منذ اختفائه قسريا في المكلة من قبل تنظيم القاعدة في أبريل 2015 كان الصحفيون أبرز ضحايا الإنقلاب والحرب فقد انتهت حياة محمد العبس مسموما في ظروف غابضة بينما توفى آخرون لعدم قدرتهم في الحصول على العلاج محليا وخارجيا في الوقت الذي قضى فيه ما يقارب 26 صحفيا نحبهم خلال الأعوام الأربعة الماضية وفق إحصائية نقابة الصحفيين